كمان عايزة أطمن كل الجماهير المصرية وأسر كمان حكامنا يمكن فيه اتنين من الأطقم الحكام المصرية موجودين حاليا في المغرب الكابتن أمين عمر والكابتن محمود أبو الرجال وأحمد حسن طه ومحمود ناجي كان عندهم مباراة مبارح في مدينة مراقش وبعد المباراة كانوا في القتيل وحصل الزلزال وكان مصدر الزلزال من مدينة مراقش كان زلزال قوي جدا بيقترب من حوالي سبع درجات تاريخطر وكمان فيه طاقم مصري تاني كابتن محمد معروف والكابتن أحمد توفي طلب وهاني عبد الفتاح والكابتن أحمد الغندور ده طاقم لسه عنده مباراة بكرة في مدينة مراقش مباراة بين جامبيا والكنغو طبعا اطمئننا على الأطقم الحكام المصريين الحمد للهما كلهم بخير بنطمن كل أسرهم الحمد لله الحكام بخير وكلهم موجودين بسلامة الله في مراقش النهاردة الطاقم اللي كان بيدي المباراة بوركينا وإسواتين هيصل مساء اليوم إلى القاهرة الطاقم المصري الآخر بغاية كابتن محمد معروف لسه عندهم مباراة بكرة لكن تم طبعا اجلاءهم من الفندو اللي كانوا موجودين فيه راحوا فندو تاني في مدينة مراقش وإن شاء الله عندهم مباراة بكرة لقاتكم بخير الحكام بخير هيعملوا مبارااتهم بإذن الله إن شاء الله ويديروا مبارااتهم ويرجعوا القاهرة بإذن الله سالمين غانمين وألف مليون سلامة على كل الأشقاء في المغرب ربنا يلطف بيهم إن شاء الله وتعد الأزمة دي على خير